خلينا نخدها واحدة واحدة كده هل في حد تاني من المعارين حيرجع النادي الاهلي من الوارد واحد او اتنين واحد او اتنين من المعارين يرجعوا للنادي الاهلي يعني بلاش اقول اسماء بلاش اقول اسماء لكن هيكون على حسب احتياجات الجهاز الفني والقرار اللي هيخده خلال الفترة القريبة جدا القادم فاحنا في اتنين رجعوا هم العار احمد عبدالقادر وعمار ممكن واحد او اتنين كمان يرجع من غير ما نقول أسماء حننتظر لغاية لما يتم الإعلان بشكل رسمي ده فيما يتعلق بجانب المعاري طيب بخصوص الصفقات الوضع حيبقى ماشي إزاي خلال الفترة الجاية هل الأهلي اكتفى بالأربع صفقات اللي جابهم اللي هو محسام حسن ومكيسون وبيرسيتاء وكريم فؤاد خليني أأكد لحضراتكم الموضوع منقسم لشكيت الشك الأولاني أن أنت سدت احتياجاتك خلاص جبت اللعيبة اللي أنت كنت بتستهدفها وكنت بتحاول بكل الطرق أنك تتعاقن معها تبقى للرغبة الفنية للمدير الفني بتنصيك مع لجنة تخطيط للكرة كابتن معهود الخطيب المشرف العام على الكرة السيستم اللي احنا عارفينه في النادي الأهلي فأنت سدت احتياجاتك رغباتك الأولى جبتها اللي هو مال الأربعة هل ده معناه أن احنا مش هنجيب صفقات تانية أو الأهلي مش هتعاقن مع صفقات تانية من الوارد من الوارد أن يكون في صفقة أو اتنين كمان للنادي الأهلي الأهلي حاطت عينه على اتنين لعيبة بالتحديد هتجيب واحد أو هتجيب الاتنين أو مش هتجيب خالص يعني إيه الكلام ده؟ يعني اللي الأهلي بيفكر في أنه طالما سد احتياجاته جاب الرغباته الأولى الأربع لعيبة اللي اتعاقد معهم بشكل رسمي اللي الواحد أو الاتنين اللي ممكن يجو النادي الأهلي هيكون عشان إيه؟ عشان أقوّل قايمة بتاعتي بشكل أكبر يعني لو مجوش لو مجوش أو ما نجحتش في أنك تخلص الاتنين اللي عيبة دول فبالتالي أنت خلاص عملت كل اللي أنت عايزه فيه فترة الانتقالات الصيفية الحالية واضحة؟ تمام إذن فيما تعلق بالتعاقدات الجديدة الأهلي ممكن يكون نقصوا صفقة أو اتنين جم كان به مجوش فالأهلي مكتفي جدا بالناس الموجودة والأهلي لو جاب الصفقة أو الاتنين دول هيكون عشان يقوي القايمة بتاعته القايمة ما شاء الله دلوقتي ممتازة وصفات كان ممتازة بس أنت بتقويها بشكل أكبر ودي سمة أساسية من سمات الفرع الكبيرة بتبعاستك كل البطولات وده موجود في النادي الأهلي ده فيما يتعلق بالصفقات أما بخصوص بقى الكلام عن خروج بعض اللاعبين فتعالا نتكلم كده واحد واحد تلعب بعض التقارير على مدار الأيام السابقة وعلى مدار فترات طويلة بخصوص مين؟ محمود وحيد أنه ماشي بالنادي الأهلي وأن الأهلي عايز يبيعه أو يعيره الكلام ده ليس له أي أساس من صحة بشكل مؤكد أنا بقول لحضراتكم محمود وحيد منكمل مع النادي الأهلي بشكل رسمي محمود وحيد منكمل مع النادي الأهلي وفيش أي تفكير عند المسؤولين في النادي الأهلي عند الجهاز الفني أنه هو يمشي من الفريق سواء على سبيل الأعارة أو بشكل نهائي تمام؟ ده فيما يتعلق بمحمود وحيد طيب موقف أجايل والكلام بخصوص أنه أنت خلاص جبت اتنين لعيبة أجانب فبالتالي لازم اتنين يمشوا ماشي ويلتر بوليا فبالتالي ناقص واحد يمشي خد مني بقى المفاجأة دي خد مني المفاجأة دي من الوارد هو طبعا أجايل غير دلوقتي هو العيب في النادي الأهلي العيب في النادي الأهلي ده أمر مؤكد من الوارد إن أجايل يستمر في النادي الأهلي هتقول لي إزاي هقول لك إن كان في كلام الفترة اللي فاتت بخصوص ديانج فالأهلي فيما يتعلق بديانج لو جاله الرقم اللي هو عايزه الأهلي بيبيع في ديانج كده بيع غناوة يعني زي ما بنقول لو جيه لنادي الأهلي الرقم اللي هو عايزه أوكي ما جايش لله للرقم اللي هو عايزه فديانج موجود فديانج أجايل موضوع مرتبط شوية ببعض ده توضيح مهم جدا برضو حبيت أقوله لحضراتكم ده فيما يتعلق بالرحلين أو من يتبقى في بعض الأسماء الأخرى أنا ما قدرش أعلن أو ما قدرش أتكلم عنها أبدا أنتظر دايما الإعلان راسي من النادي الأهلي ده أمر طبيعي لكن دايما بحب أوضح الحاجات المفهاش جدائل زي ما طلع كده في فترة فترة قال لك إيه ده الأهلي عايز يطلع بدر بنون أعارة خبر مضحك أقل ما يقال عنه أنه مضحك ونفس الحال بالنسبة لطاهر أنه يطلع أعارة برضو خبر مضحك جد اتنين لعيبة بالقيمة دي تفكر أنك تطلعهم أعارة إزاي يعني بأنه منطق فكان مهم أول أنه يتم التوضيح حصل التوضيح من خلال أمير توفيق اللي عمل شغل مميز جداً كمدير التعاقدات في النادي الأهلي أو من خلال قناة النادي الأهلي في مختلف برامجها فده كان أمر مهم طيب الجهاز الفني